إلى أين يذهبون إذن؟ يفرون من تفجير ميليشيا الحوثي لمنازلهم لتختطف ألغامها أرواحهم فلم تعد هذه الأرض آمنة من سكن فيها قتل ومن مشى فيها هلك المواطن عبدو إبراهيم واحد من ضحايا الألغام استشهد إثر انفجار لغم أرضي زرعت ميليشيا الحوثي في الطريق الواصل بين مديرية حيران ومديرية عبس في محافظة حجة وقد أدى انفجار لغم إلى إصابة مدنيين بينهم والدة الشهيد وزوجته وشقيقه وثلاثة من أطفاله انفجر فيه ونحن في السيارة وكسرني قصبنا مننا ثنين قصبنا اثنين مننا واحد مستشكر سامط وانا هنا رجل جسار كلها مكسرة في البيضاء أيضا اختطفت ألغام الحوثي حياة الطفل أحمد العامري حيث انفجر نغم الأرضي أثناء رعيه للأغنام في مديرية ردمان الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني قامت بنزع الكثير من الألغام في مناطق عدة بمحافظتي حجة والبيضاء في ظل تأكيدات وزارة حقوق الإنسان بمقتل أكثر من الف وخمسمائة مواطن وإصابة أكثر من الف واربعمائة آخرين نتيجة ألغام ميليشيا الحوثي التي تسببت لبعض المواطنين بيعاقات دائمة ترجمة نانسي قنقر